بما انه فات اسبوع على احداث التحليل والنهاردة اليوم التامن وفي خلال اقل من 24 ساعة هيتدي تصويت المصريين في اول انتخابات بعد طورة 25 عناير في مشهد سياسي متنوع عندنا شرع سياسي مختلف اطيافه وعندنا اتهمات لقوة سياسية معينة بنهاية تحاول انهاية تهيمن على الانتخابات هنتناقش في تفاصيل المشهد السياسي وانتخابات مصر 2011 حيكون معنا دكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات الاستراتيجية سبعة خير يا فانو اهلا بيك في البداية في مقولات كتير جدا بتقول انه شرعية القوة السياسية كلها سقطت بعد مليونية الجمعة اللي فاتت لانه مطالبهم لا تأكس مطالب الشعب واتهموا بانه هما بيدوروا على مصالحهم وبيدوروا بشكل يعني منتازية سياسية على زي ما بيقولوا حتة من التورتة ومش فارق معاهم مطالب الشعب ويمكن كان العنصر الرئيسية مليونية الجمعة كان الاخوان المسلمين ويمكن في مقولات كتير قالت انه الناس نزدت من يوم الساعة 19 علشان ترد على الاتجاه اللي بيقول ان احنا نمثل الجميع حضرتك شايف اولا الاسبوع اللي فات ميشي ازاي خلينا ناخده من اوله وكمان نقول ايه على القواص يا سيئة اللي موجودة شوف سؤال سعادتك وجيه جدا بالتأكيد الاسبوع حمل جدل سياسي كبير بداية من نزول مليونية يوم الجمعة ما فيش شك ان كانت هذه المليونية التيارات الاسلامية هي اللاعب الاساسي والرئيسي في هذه المليونية وسعادتك تتذكر معي ان هذه المليونية كانت لها مطلب وحيد هي مطلب وثيقة السلمي او الاعتراض على وثيقة السلمي بس كان فيه اتجاهات مختلفة على فكرة في الموضوع يعني الاخوان كانوا مواردين عليها جمرة وتفصيلا فيه قوى سياسية كثيرة من اللي دي كانوا مواردها على التسعة والعشر صحيح لكن بشكل عام انا من الناس وكثيرين وثيقة السلمي انا اعتبر كانت خطيئة لان لا توقيت اصدارها ولا لها معنى لهذا الاصدار خصوصا ان من اصدرها او معظم من تحمس لها قال ان هذه الوثيقة وثيقة استشارية او وثيقة اختيارية مش حاجة اجبارية مش الزامية مش الزامية لجمعات التأسيسية القادمة او لشكل الدستور القادم فطالما كانت هذه الوثيقة بهذا الشكل وعند طرح هذا الوثيقة في بدايتها للمناقشة لقيت معرضة شديدة كان الواجب سحب هذه الوثيقة ده من حيث المبدأ فانا اتصور ان الاصرار على وثيقة السلمي بالبنود الخاصة بيها خصوصا المادة التاسعة والمادة العشرة اللي تتحدث عن الجيش هو وحام الشرعية ده بفكرنا بالنظام التركي القديم ان الجيش يبقى دولة جوة دولة الدولة اعلى من الدولة او النص اللي بيتحدث على قدرة الجيش في تحكمه في شكل جمعات تأسيسية اللي هتيم تشكيلها فيما بعد ده الاخطر كبير وهي لجنة المية اللي هي زي ما عارفين انها كانت تمانين يتم اختيارهم من النقابات والوجات العامة في الشعب وعشرين بس وطرك عشرين للبرلمان البنوط دي اختيار المية وعايز اضيف على الفيلم دي حاجة انه الكثيرين اتهموا ده بانه محاولة لترقيع الاعلان الدستوري لانه كان فيه طغارات فكانوا عايزين نلحق بقى ازاي نحاول نوزنها علشان ما فيش طيار بعينه ويستولي على الجمعية التأسيسية لانها كان المجلس الشعب كان بحد اقصى خمس افراد من الطيار وبحد ادنى شخص واحد صحيح 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 فكلام ساعتك مصبوط فما كانش فيه وجاهة للاصرار على هذه الوثيقة ولا للتحدث فيها وكان واجب حتما ان كنت تسحب الوثيقة خصوصا ان كنت تتحدث عن مرحلة انتقالية مهمة جدا انتخابات برلمانية قادمة المفروض فيه اصرار انها سوف تجرى يوم الاسنين القادم ثم بعد الانتخابات البرلمانية هناك البرلمان ثم هناك الجامعات التأسيسية ثم هناك وهكذا حسب الجدول الزمني الموضوع في هذا الشكل فانا اتصور هي التي كانت بداية تفجير هذه الثورة او بداية تفجير الثورة التانية اذا كانت صحة هذا المسمى هي المليونية اللي نزلت يوم الجمعة ثم انفضت هذه المليونية وتبقى في الميدان مجموعة قيل وقتها ان كتب تتحدث عن 100 فرد او 150 فرد مما يسمو بمصاب الثورة وكان لهم مطالب هذه المطالب هي جوهرية نتيجة الجراءات الروتينية او غيره التعامل مع المجموعة المعتاصمة في ميدان التحرير ايضا كان خطأا من قبل الحكومة ومن قبل ارادة سياسية على الحكامة في ذلك وتعامل الامن معها مع حوالي 200 شخص ينزلوا لهم بكل هذا الكام من العساك هو بس انا دي كبار عزيز قبل منعدي ووثيقة السلمي واحنا بنتكلم عنها طب مش هو ده اللي احنا الناس كانت بتتكلم عليه في الاول ان وثيقة المبادئ الدستورية او الفوق الدستورية اللي اختلف على تسميتها طب ما هو ده كان مطلب من بدري خالص سياسي ايدي هي ملهاش معنى يعني اصلا مفيش حاجة في الدستور اسمها حاجة فوق الدستورية يعني الدستور هو الحكم العام الدستور يعلو ولا يعل عليه دستورية لكن المفترض ان هذه المبادئ عندما تطرح او اي امور عندما تطرح تطرح للاسترشاد عند وضع الدستور يعني انا وانا بوضع الدستور خلي بالك في نص هنا بيتحدث عن المادة التانية مثلا او ان الشريعة الاسلامية هي المصدر اساسي للتاشريع خلي بالك ان في الدستور لابد ان كنتوا تركزوا على المادة الخاصة بالعدلة الاجتماعية والمساواة والحقوق الخاصة هتبرت نوع من الوصاية فهي هنا دي مسائل استرشادية هذه المسائل الاسترشادية ما فيش فيه اجبار انك انت تحطها قواصيقة ملزمة وما فيش فيه اجبار انك انت تلزم بيها وما فيش فيه اجبار انك انت تطرحها وتقول يا دي بلاش انا اتصور ان هذا خطأ ايضا من الاخطاء الجوهرين علاوة على كل كل هذه الامور صحيح اللي فجر الموضوع التعادي الامني التعامل الامني مع المجموعة المعتصمة وكما اوضحت لسعادتك كان من الممكن ان نبعث رجل سياسي له حنكة وله دراية وله حكمة وله دهاء يستطيع ان يتفاوض مع طلبتكو ايه ايه المشاكل الخاصة بيكو ويحاول ان يزلل هذه المشكلة لكن يا فندم التعامل الامني الخاطئ هو اللي فجر الموضوع في التعامل الامني الخاطئ انه تسبب في شهداء وفي مصابين ومصابين بطلقات نارية ووزير الصحة اعترف بكده انه جاتلوا ناس مضروبة بالنار وطلقات الخرطوش التعامل الامني سبب شهداء ومع الانكار الدائم لوزارة الداخلية بعدم وجود قناصة وعدم وجود استخدام السلاح وعدم 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 ده اثار مشاعر الجميع والناس نزلت تتضامن معهم والموضوع ابتدى يزيد هل الشرعية السياسية كما يقال للقوى السياسية سقطت بسبب اعتصام الناس في مدى التحديد لا 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 يمكنك أن أقول أن الشرعية القوة السياسية موجودة. ليس有 شيء أولى أسماء الشرعية القوة السياسية. هل هناك قوة سياسية في الصحة السياسية. سعادتك ، لو كنت تقصد بالقوة السياسية التي تملك الساحة السياسية في زلق التوقيت ، فهي موجودة. لكن هي الإشكالية بأن كل طرف سياسي ينار ويحاور ينتبه وحسب رؤيته السياسية ووضعه في الشارع. يعني لا حرج على القوة السياسية الإسلامية ولا حرج على القوة السياسية الليبرالية ولا حرج على القوة السياسية الاشتراكية أنها تناور حسب رؤيته لكن أن تقدر تقول إيه أنه بمليونية يوم الجمعة وهي الطيرات السياسية اللي كانت غالبة فيها والتدعيات اللي حصلت يوم السبت ونزول ما يصم بالقوة الشبابية بقى أو القوة السورية وخلي بالك أنه فيه بداخلها القوة السورية أو القوة الشبابية هناك أشخاص منتمين لقوة سياسية ما قدرش أقوله أن كل الشباب اللي موجودين في مدان التحرير الآن أو على مدار الأسبوع اللي فات هؤلاء الشباب ما لهمش أي انتماء سياسي هتلاقي منهم أعضاء داخل من حزب الحرية والعدالة المنتمين للطيار الإسلامي هتلاقي منهم أعضاء حتى للطيار السلفي لو حزب النور هتلاقي منهم أعضاء للطيار الليبرالي إذا كنا نتحدث عن حزب المصرير للأحرار أو حزب العدل أو غيره هتلاقي لكن هو هذه المجموعات الشبابية السورية اللي نزلت بدان التحرير بصرف النظر عن انتماءاتها الحزبية هي خلعت هذا الانتماء ونزل بشكل شخصي من جزء من شباب الإخوان نزل طب ده بيأخذنا لأنه حدث تغيير كبير في خريطة التوازن في توازن القوى السياسية بالنسبة للأطراف لأقارات دفاع اللي على اللي حصل نقدر نرصد التغيرات في خريطة التوازن القوى السياسية إزاي ما قدرش أقول هناك تغيرات جوهريئة ستغيرات جوهريئة حكومة صندوق على الفكر يعني ما قدرش أقول في الواقع الحالي لكن تقدر تقول إن أصبحت هناك هيمنة داخل المجموعة الشبابية اللي موجودة في المدان التحرير على خلع الانتماء الحزبي دي النقطة اللي موجودة لكن المفصل الأساسي لمدى قدرة وقوة الطيارات السياسية الموجودة في الساحة السياسية هو الصندوق الانتخاب اللي هجره يوم لأثنين ده اللي في الآخر هيفرز لك قولك والله الطيارة الإسلامية ده رقم واحد الطيارة الليبرالية ده رقم اثنين الطيارة الاشتراكة ده رقم اثنين لكن انت في الوقت الحالي انت تدرش تقول فيه أرقام حقيقية النهاردة خصوصا كما أوضحت لساعتك إن الكثيرين ممن هم موجودين في مدان التحرير لهم انتماءات حزبية طب ده لما ييجي يصوت هيصوت لصالح الحزب اللي بينتمي إليه مش هينعزل عنه لكن تقدر تقول لو هناك تحجيم للطيارات السياسية أو هناك تحجيم للقوة السياسية أو هناك تبديل للمواقع لهذه القوة يبقى تقول يا الله ان الموجودين في مدان التحرير دولت ملهمش اي انتماء حزبي وخلعوا العباء الحزبية بشكل مطلق المتابع للأحداث بيلاحظ سعي الكثير من الأطراف لاكتساب أرض جديدة فيه البعض استغل الأحداث أو يعني مش بنقول احنا مش بنطلق عليه حكم انه هو استغل بس فيه كلام انه فيه ناس حاولت تستغل الموقف مثلا المرشح للرئاسة حزم صلحة أبو سمعين نزل المدان يمكن الاخوان موقفهم الرسمي كان انه هم مش عايزين ينزلون لكن في المقابل دكتور محمد البلتاجي راح المدان وتم منعه هو مجموعة من الاخوان فهل ده هل فيه تيارات حاولت تستغل ده لمصلحتها ام ان البعض او ان الجميع اتفق دلاتي على مصلحة الوطن أهم يعني انا اتصور ان هناك بالتأكيد هناك جدل سياسي في الساحة السياسية هناك تيارات سياسية تحاولت ان تستغل هذا الوضع لمصلحتها خصوصا الطيار اللي تواجد في مدان العباسية مثلا او المليونية اللي نزلت في مدان العباسية طب دي موقفة ايه من الساحة السورية وموقفة ايه من الطيارات السياسية والقوة السياسية اللي موجودة ثم كما اوضحت الساعدتك انك لاتستطيع ان تفصل او تعزل الشباب اللي موجودين في مدان التحرير اللي هم اصحاب القوى السورية عن انتماءاتهم الحزبية لكن هو الفرق بس ان رفعوا هذه العباءة الحزبية عن مدان التحرير يعني لا يسا هناك منصات مثلا هذه المنصة ممثلة للا اخوان هذه منصة موصلة للحزب المصيري الأحراء لا خلاص الكل أصبح زواسية وأن مصلحة الوطن الآن هي الغالبة وأن علينا أن نبحث في المرحلة الانتقالية القادمة ما شكل هذه المرحلة الانتقالية القادمة هل هناك حكومة قادرة قوية تستطيع أن تلبي مطالب الشعب لأن خلي بالساعدتك أنا أتصور أن جزء كبير مما هو موجود في مدان التحرير ليس اعتراضا على وثقة السلم فقط وليس اعتراضا على أداء الحكومة فقط ولكن هناك نوع من الضجر من 25 ينار حتى هذا التاريخ لم يحصل تغيير لم يحكم أحد لقد قصي حقائق كلها الغاية اللحظة دي ما طلعتش نتيجة نقدر نتعامل بها مع الناس تبقى بيأخذنا إلى أن المدان انتفض والموجة التانية من طورة 25 يناير والمتابع طبيعي للأحداث هيلحظ أنه في مطالب لم تتحقق غير بسبب هذا الاعتصام منها تحديد جدول زماني محدد منها أنه بحد أقصى واحد سبعة اللي جاي يكون عندنا رئيس جمهورية يعني فيه حاجات كتير أو تحركت بتدفع الناس أن هي تستمر شوف هاولي ساعتك هي دي مشكلة أنا أتصور أن هذه هي مشكلة أم المشاكل بالنسبة للمجلس الأعلى القوات المسلحة مع تقدير له وتقدير المساندز للصورة وتقدير على قدرته لبلاد في هذه المرحلة أن يستجيب أو الإرادة السياسية تستجيب عنده ضغوط يعني دي مشكلة دي عورة كبيرة وأنا من الكسيرين اللي قلتها في كثير جدا من الأحديث الصحفية أن دي مسألة تسيق للحكومة تسيق للأرادة السياسية يعني أنا بستفيد تحت الضغط بستجيب تحت الضغط هناك تخرج مليونية فنبدأ نتكلم عن الانتخابات برلمانية تخرج مليونية فنبدأ نجرق محاكمات تخرج مليونية فنتحدث عن جدول زمني محدد دي مشكلة لأن ودي بيسوقنا كلنا نحن نتحدث أنه ما كانش فيه رؤية سياسية مستقبلية ما عندكش يعني عندما أقيمت الصورة وعندما أتت حكومة لم توضع أمام هذه الحكومة على مدار الشهور اللي فاتت جدول زمني محدد الطريقة التي سوف تكافح بها الحكومة الفساد والصورة كانت مقامة ضد الفساد الطريقة التي سوف تعالج بها الحكومة العدالة الاجتماعية أو الفروق الاجتماعية ما بين الحد الأدنى والحض الأقصى المرتبات من 1 إلى 140 ألف ودي مسألة غير مقبولة وغير موجودة في أي دولة ديمقراطية حول العالم لم تستطع أن تعطينا مثالا تقول أن أنا في طريق المعالج المظاهرات الفئوية أو المظاهرات العدالة الاجتماعية التي خرجت من كل قطاعات الشعب لها مظالم ولها مطالب ولها حقوق لم تستطع أن تقدم الإرادة السياسية الحكيمة رؤية لحل لمعالجة كل هذه المشاكل من هنا أنت وقعت في مشكلة كبيرة أصبحت عندك حكومة مقيدة لم تستطع أن تكون على مستوى الصورة ولم تستطع أن تكون على مستوى المطالب السورية أو المطالب الشعبية التي أتت بصورة 25 يناير فأدت إلى ما أدت عليه أو إلى ما هو موجود الآن طيب